بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بحضركم جميعا ده اللقاء الرابع ضمن كلامنا عن الجافا بروغرامنج فور بيجينرز كورس 1 واليوم هنتعرف بقى على إزاي نعمل ديسبيلي للبروجرام أو بتاعنا على السكرين احنا دلوقتي اشتغلنا المرة اللي فاتت وعملنا أور فرست بروغرام لو تذكروا وكان في من ضمن البروجرام اللي عملناه البسيط رسالة طباعة وتطبع على الشاشة فقط welcome to java رسالة الطباعة دي بقى احنا عوزين يعني ناخد فيها شيء من التفصيل ونشوف انا لو عندي أوبوت من البروجرام بتاعي عاوز اعمله ديسبيلي على السكرين قدام اليوزر هعمل ايه فخلينا نشوف اولا احنا في الجافا الجملة اللي بنستخدمها عشان نطبع حاجة على السكرين اما نستخدم system.out.print ودي اللي شفناها المرة اللي فاتت في الفرست بروغرام اللي عملناه وفي حاجة تانية اسمها system.out.println اللن دي اختصار line فهي بننطقها نقول print line او print lin فخلينا نروح عند النتبينز ونعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت. اللي ما خدش بالله بقى المرة اللي فاتت تركز معي. انا هعمل file new project وقلنا ان البروجيكت اللي هنشتلع عليه بيبقى نوعه java فانا هقول next وطبعا اتفقنا ان البروجيكت زيه زي الفولدر اللي انت هتجمع فيه المجموعة من البرابيك بتاعتك والملفات او الفايلز المساعدة لك. فالبروجيكت يعني تعتبره كده فولدر حاجة هتحتوي فيها او هتخزن فيها البروجيكت زي بتاعتك. فانا هنا هسمي ايه انا هقول له البروجيكت ده انا هشتغل عليه في display output فانا هسميه display output وهنا المرة اللي فاتت لو تذكر قلنا نختار الoption ده عشان هو يعمل لي main class بتاعي فانا هقول له finish فرجعت اهو لقيته بالفعل عمل لي البروجيكت اللي اسمه display output وعمل لي class اسمه ومستني مني بقى ان انا ابدأ اشتغل. طيب لو تذكر برضو للتذكرة عشان احنا ثاني مرة هنكتب كود فانا هذكرك لكن بعد كده انا مش اتكلم في الكلام ده بقى. احنا هنا اللي قدامنا اسمه ايه? comments صح؟ ولو تذكر برضو قلنا ان البروجيكت ممكن يكون فيه زي ما انت عاوز من الكلاسز عشرة عشرين مئة كلاسز زي ما يكون. لكن لازم البروجرام مهما تعدد الكلاسز اللي فيه يكون فيه main method لازم يكون فيه ايه? one main method ايه هي المين method دي؟ المين method دي النقطة اللي البروجرام بيبدأ التنفيذ من عنده. مهما كان عندك مئات الكلاسز فيه حاجة اسمه entry point يعني الابليكيشن او البروجرام بتاعك اول ما يعمل run هيعمل run من فين؟ هيعمل run من هن؟ من المين من داخل المين. فلو تذكر احنا قلنا الوقتي اما كنا عاوز اطبع حاجة على الشاشة فانا هستخدم system.out.print دي الميثود اللي بستخدمه عشان اطبع حاجة على السكرين او اعمل display لأوبوت على السكرين. وبتحط الاوبوت بتاعك within double quotation زيها زي اي سترينج عندنا في الجافة لازم يتحط بين double quotation. السترينج معناها جملة او اسم او اي اكتر من حرف واحد. حرف الواحد بنسميه character. ماشي? فانا دلوقتي عاوز اطبع على الشاشة مثلا. hello world مثلا. وعاوز اطمع كمان رسالة باسمي. فانا اقول له.print ايام مثلا محمد. او اسمي يا عاوز اطمع دلوقتي عشان او ارى انتبه لها. انا الوقت اطمع سوف تركز معي في الأوبوت تحت كده وعلى طول سوف تحطي جنبها أيام محمد لماذا ؟ لأن السيستم تقوم بتطبع الأوبوت تجعل الكيرسور واقف عند آخر حرفه فأما تأتي جملة طباعة ثانية تكمل مطرح من الكيرسور واقف فعشان كده طباحهم على سطر واحد وطباحهم كمان يعتبر لازقين في بعض انا مش عاوز كده اما انت عاوز ايه ؟ لا انا عاوز كل جملة على سطر يبقى في الحالة دي بدل ما تستخدم system.out.print استخدم system.out.printlin او print line دعونا نقوم بتقوم بتصديق سطر واحد بدل ما هي print سوف أخذها println اختصار print line ونرى الابوت انظر الآن فالprint line بعد ان تطبع الجملة فقد نزلت الكيرسور على السطر التالي وبالتالي اما جاءت تطبع ايام محمد طبعت على السطر الجديد اوكي ادي الفرق الجوهري بين البرينت و البرينتلين اختصارا تعالى نرجع لي السلايد طيب دلوقتي انا ممكن اكتب السترينج او التكست اللي انا هطبعه على الشاشة تقابلني فيه شوية مشاكل يعني جاي بقى او مش مشاكل احتياجات انا عاوز اعملها في التكست فعلى سبيل المثال ايه يعني؟ يعني مثلا انا عاوز ااجي في وسط الكلام انزل على السطر اللي بعده تفاهم انت بتكتب باراغراف كبير وعاوز مثلا كل عشر كلمات اعوز انزل سطر جديد ففي الحالة دي عملنا حاجة اسمها Escape Sequence Escape Sequence دي عبارة عن كأنك بتدي الكمبيلر اوامر عشان يعمل فورماتينج فورماتينج يعني ايه؟ اه يعمل اعادة تشكيل للتكست اللي انت بتكتبه فانت بتقول له لو لقيتني في وسط التكست احاطت باكسلاش ان افهم اللي انا عاوز انزل سطر جديد وكمل الكلام اللي جاي بعد كده على السطر التالي طيب اعاوز مثلا انا وانا بكتب الاوت اسيب مسافة اللي هي التاب فاقول له باكسلاش تي فكده معناها ايه؟ اه اما اكتب الكلمة دي وحطلك باكسلاش تي يبقى سيب بعدها تاب وبعدين كمل الباكسلاش ار معناها الكاريج ريتيرن معناها اللي انت بتقول له بعد ما تخلص كتابة الجملة رجع الكيرسور لأول حرف انت كتبته يبقى مش هينزل سطر جديد لا هيرجع الكيرسور فيين؟ عند اول حرف كتبه في هذه الجملة طيب امال ايه الدبل باكسلاش دي؟ اه الباكسلاش اللي انت عاملها دي افرض انت التكست بتاعك نفسه يحتوي على باكسلاش فانت بتحط الباكسلاش التانية دي قابليه يبقى عندك دابل باكسلاش في حال انت عاوس تعرض الباكسلاش هنا طيب باكسلاش وبعدينا دابل كوتشن في الفكرة. ايه الفكرة انragوز Jewish calledイ Hue اللي انت كاتبها فيها دابل كوتشن, فانت عاوس تقول الكومبيلر 구ader ايح knitting السترنج لا ده دي من عندي انا في الكلام اللي انا احطه فنفس الكلام هنيجي نحط الاسكيب الكاركتر اللي هو بالنسبة لنا هنا الباك سلاش قبل الدبل كوتيشن لو حبينا نشوف امثلة تعال هنا نشوف كده الجملة دي مثلا الجملة دي عاوزو نتبعها as it is كده he said that i am from ايجيبت but lives in ksa طيب i am from ايجيبت لو تاخد بالك محطوطة بنضابل كوتيشن وبرضو الكلمة بتاعة ksa محطوطة فين بنضابل كوتيشن تعال نشوف انا وانت كده في الكمبيلر في النيتبينز اهو انا دلوقتي خلينا نشيل الكلام ده دلوقتي اهو اكتب من عشان تبقى الدنيا سهل انا هكتب system.out.print.lin خلاص بقى احنا فهمنا الفرق من الاتنين فانا عاوز اقول طبعا اي string انا فامن الاتنين فانا بنضابل كوتيشن خلاص انا مختلفة بالدلوقتي كنت اكتب اهو.he said that. احاوز اقول اي عاوز اقول اا ايجيبت احاوز اقول اي عاوز او ايجيبت اضابل كوتيشن او بس اضبط ان اضابل كوتيشن اعرف منين بقى انا بداية السترينج وقفلته اعرفها منين ايوه فانت هنا بقى هتحط خلينا بعيد لك كده انت عاوز تكتب هنا في النص ايام صح from Egypt او عاوز تكتب الجملة دي هنا بس لو انت سكرت كده وعملت run تعال نشوف طبعا خطأ ليه الكمبيلر دلوقتي ما يعرفش السترينج اللي انت فتحته ده نهايته فين يا ترى هي دي نهايته ولا دي نهايته ولا فين ايه بالزبط فهنا بقى اقول للكمبيلر ان الدابل كوتيشن دي تابعي انا ان التكست بتاعي فبتحط كده قابليه skip character وهنا نفس الكلام الدابل كوتيشن دي تابعي انا فبحط له skip character شايف كده الخطأ راح لانه فهم بقى اللي انت حاطت skip character فانت بتقول له ده تابعي ما لكش دعوه بيسيبه ادي اللي احنا بنتكلم عليه في الدابل كوتيشن او and but lives خلينا نكمل but lives in ksa عاوز اقول ksa برضو من double quotation ksa برضو نفس الخطأ لانك انت حاطت double quotation من غير escape character فلازم تحط قابليها escape character فسكت الخطأ مبقاش في خطأ عندك ادي اول مثال على ال escape sequence اللي اتكلمنا عليه خليني برضو اعمل ران عشان نشوف اللي حصل اه شوف هنا ما عندوش مشكلة he said that i am from egypt but lives in ksa وطلع عليك i am from egypt من double quotation بتاتك زي ما انت عاوز in ksa برضو في double quotation زي ما انت عاوز طيب لو انا كنت بكتب كلام كتير خليني اخد دي استعين بها عشان اوفر وقت اهو وعاوز في النص اسيب حرف جديد يعني اقول he said that عاوز اقول i am from egypt d من في سطر جديد مثلا فاروح جايه هنا قابل i am from egypt احط بك slash int فكده لو بفهم الكمبيلر ان الجملة الجاية دي حطها لي في سطر جديد وبرضو بتلفز in ksa برضو عاوز اخليها في سطر جديد فانا هنا احط له قابليها back slash int فكايني بقول له يا كومبيلر اللي جايلك ده نزله في سطر جديد تعال ان اعمار ران كده او شايف he said that وبعدين قابل back slash int فارح منزل سطر جديد i am from egypt وبعدين قابل back slash int نزل سطر جديد وكتب but left in ksa اوكي تعال نرجع للسلايد نشوف باقي الامثلة هنا مثلا بيكتب اللوكيشن بتاع فايل فهيحتاج وبيكتب اللوكيشن بتاع فايل يحط الباك slash صح؟ هنعملها ازاي اهو تعال نعملها بسرعة هنا بيقول system طبعا خلي بالك system ايوة capital dot out dot printl in وبعدين انا عاوز اقول له the file located in اللي بالك بقى انا عاوز اقول له على D هتلاقيه موجود على الفولدر بتاع D او على الدرايف بتاع D وبعدين في java project وبعدين هتلاقيه كمان داخل الفولدر الاسمه tryoutput مثلا طبعا هنا تلع عندك اخطاء ليه ايوة لانك انت حاطت باك slash هو الباك slash بالنسبة له ايه امر فانت عاوز تقول له لا دي الباك slash دي من عند انا ضمن التكست بتاعي خلاص يا عمي اعمل لي sequence بتاعي اعمل لي اسف الاسمه بتاعي الاسمه بتاعي اللي هو الباك slash فقلت له خدي عمي ادي اسمه اسمه باك slash عشان تعرف ان انا قصدي ان الباك slash دي تبع التكست بتاعي على نعمل ران كده شايف هنا the file located in ورح كتب لك الباث صح بالظبط او ادي باك slash على java project باك slash tryout اوكي طيب عندي كمان هنا حابة يستخدم التاب اعاوز يكتب كده sunday وفي مسافة monday tuesday ونسدي هتستخدمها ممكن كتير على فكرة في البرامج بتاعتك تبقى عاوز بسلا ان تعمل ال output بشكل معين عاوز تعمله بشكل جدول ولا حاجة فهنعمل ايه اطباعها لكده مثلا work days are باك اطباعها سطر جديد انتظر باكداء اطباعها صحيح اطباع كده باكداء تبقى اطباعه او باك سلاش تي وبعدين عاوز اكتب مندي وبرضو اسيب مسافة فحط باك سلاش تي عاوز اكتب تيوز دي واسيب مسافة كبيرة احط باك سلاش تي وبعدين وينس دي واسيب مسافة كبيرة وهكذا خلصت اقفل بسيمي كولن نجرب كده نشوف ايوه لو تاخد بالك وورك ديز ار ها شوف بقى نزل سطر جديد ليه لان وورك ديز ار وبعدين لا باك سلاش ان بدأ يكتب سندي ساب مسافة كبيرة ليه لان انا اقول له ايوه باك سلاش تي مون دي تيوز دي وهكذا اوكي يبقى ده باختصار كده اللي انا عاوزك تاخد بالك منه في التعامل مع البرنت او البرنت لين لو عاوز تطبع على الشاشة هتستخدم التو مثل زدول وما تنساش تستخدم الاسكيب سيجوانس او الاسكيب كاراكترز دي في حالة ان انت عاوز تعمل بشكل مختلف للتكست اوكي شكرا لوقاتكم وانا نكمل ان شاء الله في فيديو اخر اشتركوا في القناة